ترجمة نانسي قنقر رئيس مجلس إدارة المركز بمشاركة عدد من وزراء التعليم في الدول العربية والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو وعدد من المسؤولين عن الشأن التعليمي وقد أشاد الدكتور ماجد بن علي النعامي بمجالات التعاون بين هذا المركز مع المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مملكة البحرين مؤكدا دعم مملكة البحرين للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة ألقاها وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز شاد فيها بنجاح عدد من نظم التعليم العربية في التعامل مع ظروف الجائحة وأثرها على التعليم داعيا إلى تعميم التجارب الناجحة على الدول العربية من أجل تطوير أنظمة التعليم مستقبلا وخلال الاجتماع قدمت دكتور عبد الرحمن لمديرس المدير العام للمركز عرضا حول تقرير الإنجازات للعام 2021 وما تضمنه من مشاريع وورش إقليمية كما تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها الخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2022-2028 والتي تركز على قياس الأثر بالاستفادة من تجارب عدد من الدول ومنها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر